لمناسبة تقديم جهاز إرسال جديد لإذاعة لبنان الفرنسية التقت وزيرة الأعلام منال عبدالصمد وبحضور مدير عام الوزارة دكتور حسان فلحة وفدا من فرانس ميدياموند والسفارة الفرنسية ضم مديرة إذاعة فرنسا الدولية سيسيل ميجي ومديرة منتكرر الدولية سعاد الطيب ومدير التوزيع في الشرق الأوسط والخليج وتركيا أحمد الشيخ والمديرة المساعدة للمعهد الفرنسي في لبنان إنا بويان وبحضور مستشار وزيرة الأعلام لشؤون تلفزيون لبنان توني عيد ومستشارة وزير الأعلام لشؤون الفرنكفونية إليسار نداف وقد تترك البحث إلى تعزيز التعاون بين الوزارة وفرانس ميدياموند والسفارة على صعيد إذاعة لبنان الوفد انتقل إلى بيكفية حيث جال على مركز الإرسال التابع لتلفزيون لبنان وإذاعة لبنان واتطلع على جهاز الإرسال الجديد الذي وضعته فرانس ميدياموند وإذاعة فرنسا الدولية بتصرف إذاعة لبنان الفرنسية. العلاقات ما بين فرنسا ولبنان علاقات ما بننتهي. إن كانت بالإيام الحلوي وإن كانت بالإيام الصعبي نحنا رح نكون وقفين متل موقفنا بالزمان أثناء الحرب وبعدها إلى جانب الإعلام العام اللبناني وخاصة راديو لبنان 96.2 بمبادارات عديدة إن كانت تقنيا أولا وعم نوضع خطط للمستقبل. مالغرى la crise ويبنان لبنان لطالما شكلت فرنسا السند للبنان ولا طالما اعتبرت الأم الحنون لهذا الوطن وهي اليوم تكمل هذه المسيرة داعمة المؤسسات الفرنكفونية العاملة في لبنان. من مركز بس تلفزيون لبنان في النعص في بكفية. بلال شومان بيار الباية تلفزيون لبنان.